لا حول ولا قوة إلا بالله فإنك حينما تعيش كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله وتكررها لأنه سبك معنا يحمل بها الأثقال وتفتح بها الأكفال وتصعد بها الجبال ويرضى بها ذو الجلال وتصلح البال وتحسن الحال فنسأل الله أن يثبتنا على هذه الكلمات الشرعية ذهب ابن لإحدى الأمهات في عصر الصحابة فاتت بعض السلف قال أبي بن كعب وقيل غيره قالت ماذا أفعل قال الزميم صلاك وكرر لا حول ولا قوة إلا بالله فكرت فإذا ابنها واقف عندها ولذلك أوصى صلى الله عليه وسلم أبا ذر عند الطبراني وعند غيره وبن حبال قال وأكثر من لا حول لا قوة إلا بالله فإنه كنز من كنز الجنة وفي الصحيحين عن أبي موسى أن الرسول الله عليه وسلم سمعه الله أطلع رسول الله عليه وسلم على علم من علم الغير كان أبو موسى يقول أكرر في نفسي لا حول لا قوة إلا بالله أصعد الجبل وقل لا حول لا قوة إلا بالله قال يا عبد الله بن كيس ألا أدلك على كنز من كنز الجنة قلت بلى يا رسول الله قال لا حول لا قوة إلا بالله ومعناها لا حول ولا قوة لا يحول بيننا وبين معاص الله إلا الله ولا قوة لنا على طاعة الله إلا بالله وجاء ابن حجر بهذا وبعكسها وقال بعضهم لا حول لنا بالطاعة نقوم بها حول إلا بقوة من الله ولا قوة على ترك المعصية إلا بقوة وعصمها من الله سبحانه وتعالى فهذه من الكلمات الشرعية التي يبغي أن تكثروا منها بارك الله فيكم